كنت عايزة أسأل في حاجة من فضلك أنا يعتبر لسه عروسة وزوجي شغل كل يوم من أول اليوم لحد 11 و 12 بالليل وحق ربنا مش ميخليني نقصني حاجة بس المشكلة إنه هو معظم الأيام بييجي عايز ياكل يكمل يومه على الكافيه وكل يوم بحج شكل وأنا بفضل أعدى لوحدي وأوقات كمان بكون تعبانة بس بسبب الحمل وهو عارف ده ويسيبني ويخرج أنا تعبت بجد أوقات بنتناقش باتناقش معاه وأوقات بغضب وبتخانق وأوقات بكبر دماغي ومفيش حاجة فيهم نفع أعمل إيه بحس بالوحدة وأهلي من محافظة تانية والله سؤال لطيف أولي سؤال لطيف ومليان تفاصيل مهمة جدا 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 أولا أول حاجة أنا عايزة أشكرك لأنك أنت عملتي حاجتين أول حاجة أن أنت حاولتي مجربتي وده يدل على صفاء النية والإقبال على الله سبحانه وتعالى فربنا يبارك لك أن أنت عملت ده وياريت كل الناس ما يتسرعوش أنه يعملوا أي حاجة إلا بعد ما يحاولوا حاجة تانية أن أنت سألتي ودي حاجة مهمة جدا 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 لأن كثير من الأحوال بيجينا السؤال ده بعد التصرفات فلن أنت عملتيه هو نفسه اللي باب عليه الإمام البخاري باب باب العلم قبل القول والعمل أن أنت تعرفي قبل ما تتعرفي أنا بقى بحذر زوج حضرتك أنا عايز أقول ظاهرة مهمة في السؤال ده ظاهرة مهمة لازم نفهم الناس بقى ما عندهم شطاقطان لازم نقول كده ما إحنا نجدب على ربنا مش إن الناس ما بقاش عندهم صبر الناس ما بقاش عندهم جملة من الحاجات تخليهم الأوقات اللي بياخدوها في الحاجات قليلة يعني ما بقاش عندهم صبر ما بقاش عندهم ثقة ما بقاش عندهم خطة لأنهم بقوا زاد فيهم العشوائية بقوا بيتغير مزاجهم بسرعة وده يخلي إيه يخلي الحويصلة بتاعت الناس بقت قليلة السيد كانت دمان تيجي تقول إيه بعد 25 سنة أو 30 سنة أنا طهقتا عايزة بعد 30 سنة دلوقتي أعلى نسب الطلاق دلوقتي في الثلاث سنين الأولى وفي السنة الأولى أكتر طب ده إيه سببه اللي أنا قلت حوي سلط الناس بقت قليلة سواء الواجل سواء الزوج أو الزوجة طيب إيه اللي حصل تعالى أقول لك تفسيراية وبعد كده أقول لك تعملي إيه زوجك ما بيروحش يقعد على القهوة عشان هو مل منك زوجك بيروح يقعد على القهوة أو بيعود مع صحابه انت قلت الكافية معلش التعبير قديم شوي بيروح يقعد على الكافية لأنه عايز يعمل خصيصة من خصائص الرجالة وخاصة في الستين سنة الأخيرة مئة سنة الأخيرة اللي هي خصيصة ليه الفصل عايز يفصل يعني إيه عايز يفصل هو شايف انه بيقاسي وبيتعب ويتمرمط بحتاج انه يكلم صحابه فيقلشه على أي حاجة هو عايز يبص في السقف مثلا يعني انت لو أتحتيده وأقول ده في الحلول وأقول ده في الحلول لو انت أتحتيده ان انت تعمليه المشروب وهتسيبه يبص في السقف من غير ما تكلميه خالص هيوعد في البيت هو عايز حاجة اسمها انه يفصل طب ليه لأن الرجل عنده مشكلة شوية انه هو تصوره عن نفسه انه بيشيل كتير حتى على فكرة لو ما كانش بيشيل كتير بس احنا الرجالة متصورين ده فده معناه ايه؟ انه هو محتاج انه هو ينزل الأحمال من على كتفه عشان يقدر يشيلها تاني يوم فمحتاج انه هو يعمل ايه؟ يفصل يعني بالزبط زي يخفف الأحمال لو انه ما فصلش هو ممكن يكون اعتقاده انه تاني يوم هيحصله حاجة هل انت يا مولانا انت بتبرر لهم اللي بيعملوه لا 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 انا قلت ان انا بفسر ما قلتش ان انا ببرر فالراجل محتاج انه هو يفصل والزيك انت لما كنت بتكبر دماغ كنت فاهم اللي انا بقولهولي جدا ايه اللي جارة وخلاكي دلوقتي مش طيقة ان انت حسيتي اني بقى الكافي ضرتك هي دي بقى المشكلة هي دي المشكلة ان انت حسيتي بالوحدة وحسيتي اني في حد تاني يواخد زوج منك انا معاك والكلام ده صعيح تعالي بقى نشوف هنعمل ايه انا شايف ان انت تعمل تلات حاجات تلات حاجات بالتحديد وانا كان نفسي ان انا اخد الحلقة كلها واخد الاجابة كلها الاجابة على سؤالك المهم ده قوي لان دي حاجة وكأن البيوت لا يخلو منها بيت وانا اعرف ناس كتيرة اعرف زوجات كتيرة وانا بقولك عشان تكوني منتبه اعرف زوجات كتيرة خلوا انهوا الزواج عشان هذا المعنى وبعدين ايه عانوا من ان هم عاشوا حياتهم بوحدة اسوأ من الوحدة اللي هم كانوا فيها في الجواز طب تعملي ايه بقى هنعمل تلات حاجات اول حاجة احنا محتاجين تلات ادوات الاداة الاولى احنا محتاجين مهارتين عند حضرتك دي اداة الاولى المهارة الاولينية هي مهارة يزيد عندك مهارة الانصاط ويبقى عندك مهارة تانية اسمها مهارة الطبطب يعني انت زوجك انت بحتاجة ان انت تعمل هتقولي والله انا عارف انا عمره ما قلت دايما الزوجات اول ما اجي يقول لهم كده يقولولي ايه احنا بنعمل كده احضر والله بس واحدة واحدة بس اسمعي الكلام من الرجل هيقولك الرجالة محتاجين ايه اول حاجة محتاج انه ويجي يتسمع وهو بيحكي عن بطولته يعني بيحكي عن بطولته وهو محتاج انه ويجي يقول والله ده انا عملت في المدير فلاني عملت كده والله ده انا خلصت الشغل وانا صاحب فكرة كذا اسمعي يا مولانا ده بيكذب يا ستي هو مش بيكذب هو بيبحث عن البطولة فخليه يقول انه هو بطل خسرانا حاجة لا انا مش بحبش ده انا برضو عايز حد يسمعني احنا دلوقتي بنعالج وبعد كده هنقوله هنعمل ايه عشان انت تتسمع انت كمان يبقى انت لو عيثق في ان انت بتسمعي وعيش ان انت بتسمعي عيحصل بعد كده الحاجة التانية يبقى اول حاجة بحضة البساطة خالص بتسمعي وتاني حاجة تطبع ليه يعني ايه يعني تعتبري شخص كالطفل ليس هناك اي رجل الا وفيه طفل صغير الطفل ده جاي منين الطفل ده جاي منين من ان اختم اختزال فترة الطفولة عند كل رجل اتقال له بعد سن اربعة سنين انت بقيت فقالت له انت بقيت رجل فاتطر ان هو يعمل ايه يختزل هذه المسألة فهو محتاج انه حد ايه حد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثوني عن عائشة فاني لا يأتيني الوحي الا وانا في حجرها وسيد عائشة تقول ما قبض رسول الله الا وهو بين صدري ونحري يعني السيدة عائشة كانت معاكنها كانت من اصغر زوجات وكانت بتعمل ايه بتحتضن رسول الله صلى الله فاحنا محتاجين ده بديدة اول مهرتين لازم يكونوا موجودين عندك الحياة التانية ان انت لازم تفتحي مجالات من الكلام مبهجة ده علشانك على فكرة وعلشان يعني زي ما تتكلم مثلا على ايه بيعملوا الاولاد لطيف على ايه الكلام اللي انت قلتولهم فقعدوا يتكلموا عليه ويتندروا عليه مش بسخرية ولكن بكلام لطيف في لازم يكون هناك فيه شيء من الابهاج الحاجة التالتة لازم يكون هناك كمان شيء من المشاركة مجال مشترك تعيشوا به التلات حاجات دولة لو عملتيهم بشكل واضح وبشكل قوي هتغير علاقتك بزوجك بس دي محتاجة حد يكون ناوي يعمل ده ويصبر على ده يبقى اول حاجة عنسمع ونطبطب الحاجة التانية ببساطة خالص عنعمل ايه عنتكلم ونتحاور بس بطريقة مبهجة الحاجة التالتة دوري على الحاجات المشتركة ودايما خليها عنصر اساسي في التعامل مع بعض كل ما ده هيحصل كل ما هتلاقي زوجك بيحب انه يجلس معاك ولكن تلات حاجات لازم تخلي بالك منها الهدوء لان رجالة بيحبوا حتى لو كان هو شخص مزعج بيحب ان المرأة تكون هادئة تاني حاجة انها تكون متفهمة تالت حاجة انها تكون ممتنة لكل الجهد اللي انت بتقديه اللي انت تكلمت عنه لازم تمتنيله كل ما تمتنيله كل ما يحس انه قادتك حلوة وكل ما يحس انه منتمي اليك عايزك تكسب قلبه امتني ليه فلما تمتني ليه يحس انه هو محتاج انه هو يقعد معاك لان انت بتحسسي ان فيه حد حسس به يا رب وفقنا وجعلنا من اهلي الفهم ومن اهلي قوم ومن اهلي شرح الصد ومن اهلي طيبة الخاطرة عشان نقدر نكون دايما سلوة مسند للاحبابنا يا رب اكرمنا وجعلنا دايما من الموافقين وجعلنا من اهلي اللين وجعلنا من اهلي السير على سنة سير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فوفقنا ان نكون رحماء في كل وقت وحيد